السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين النهاردة هتكلم معاكم عن رؤية القرآن الكريم في المنام اللي بتدل للرأي على قرب زوال الحسد واضرار الحسد ونقول مع بعض كده بقى الرؤى اللي بتبشر بقرب زوال الحسد في الواقع وبتبقى صريحة وواضحة والرأي بيفهم فعلا منها ان هو اقترب زوال الحسد من عليه واضراره وهي ان الرأي بقى يشوف في المنام ان فيه اي ضرر بيقع عليه وانه هو بيقرأ ايت الكرسي او صورة الفلق او خواتيم صورة البقرة او كان بيرقي نفسه داخل الرؤية وكمان شاف انه لما عمل كده داخل الرؤية زال الدرر اللي كان مصاب به داخل الرؤية يعني هنقول مثلا ان كان الرأي شاف في الرؤية انه هو مريض وشاف انه هو قرأ ايت الكرسي داخل الرؤية وانه هو تم شفاءه داخل الرؤية فهنا الرؤية دي هتكون دلالة ليه وبشرة ليه كمان باقتراب زوال اضرار الحسد اللي وقع عليه في الحية طيب وهنقول كمان ان كان الرأي شاف رؤية في المنام ان ايديه مكبلة او مربوطة وانه هو قرأ صورة الفلق او حتى قال كل اعوذ برب الفلق وشاف ان الرباط اللي كان على ايديه اتفك وتحل داخل الرؤية فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة وبشرة ليه باقتراب زوال الحسد اللي هو مصاب به في الواقع وزوال اضراره عنه والله سبحانه وتعالى اضرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وهنقول كمان ان كان الرأي شاف رؤية في المنام انه هو في حد معاه داخل الرؤية والحد ده كان عدو او خصم ليه داخل الرؤية مش شرط يكون في الواقع وان هو اعطى للرأي طعام علشان يكلوا الرأي داخل الرؤية قبل ما ياكل قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا فالرؤية هنا هتكون برضو دلالة ليه وبشرة بزوال اضرار الحسد اللي هو مصاب به في الواقع والله سبحانه وتعالى اضرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة